اشتركوا في القناة 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 رئيس الجمهورية مصدر وبابا يكون مصدر رفيع المستوى زي ما احنا بنقول ومجمع من الصحفيين لو كانوا طلبوا وانا يعني انا لو كان في ايد الفرصة كنت اهطلوا بان انا قابل الرئيس وعمل معه حوار وبعد اسأله اسئلة لانه دي شغلية الاساسية بينما طول وقت احنا بنحمل امر طبيعي اعلامي حصل باكتر من طقته بنسميه حاجات تانية انا شفت الفرصة ازاي او شفت اللقاء ازاي احنا بقلنا في مشاهد صغار كده بشهد واحد كلنا عادي بنكتب لماذا لا يلتق رئيس الشباب اين الرئيس من الشباب اين الرئيس من الشباب اين الرئيس من الشباب مشهد اتنين ان الرئيس يغفل للشباب ان الرئيس لا يلتق الشباب ان الرئيس لا يلتق الشباب مشهد ثلاثة الرئيس وجه الدعوة للشباب قابل الشباب وراحوا انقسمت الناس في المشهد الرابع لنصين مجرد قبولك لدعوة الرئيس الجمهورية الناس شايفها ان انت كده خلاص بيت خايم وعمل باعمش عارف ايود كده في الموضوع ده بتشرب شاي بالياسمين رغم أنه كباتش يأدي كده أدي كده بوزة بس أنا مشربتاش محمد نشربتاش أنا شربتاش عشان بشربتش شاي بس شربتها حبيبتها دي أحلي فالناس شاهد ده مشهد أربعة نتمنى أن يذهب رجل أو شخص أو صعفي ليكون للرئيس الأسئلة التي تتداول في الشارع والأسئلة التي مش عارف إيه أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل شجاع ليذهب ويفعل ذلك والناس تحول واحد في برنامج أو على الفيسبوك بيسأل رئيس فيه ملف المعتقلين يا رجل أنت تعمله بطل طب راحت الناس عند الراجل وسألت الراجل فطلع عليك إنها مسألة تم ترتيبها وتمثيلية ومش عارف إيه وكلام ده كله في المشهد الخامس لازم حد يوقف موضوع خمسة وعشان عار عند حده إنها الإهانة فالناس سألت الراجل هذه الأسئلة فرد الراجل يلا نعمل قانون تجريم أعماليش علاقة بالناس دي لماذا يصدر قانون بتكميم الأفواه؟ النهاية محدش عارف إيه حاجة النهاية عبس إنتوا عارفين إيه حاجة إنتوا كجيل وجيل إعلامي وإنتوا بتشوفوا المشهد وصفولي وصفلي يا دكتور محمد إنت شايف المشهد الإعلامي إزاي؟ شايف الحالة الإعلامية شكلها إيه؟ باللي بيدروها الأم طبعا بدون أسماء يعني أنا مش مهتم بالأشخاص بقدرة الاهتمام بالحالة أنا مش هجي بسيرة حضرتك خالص لا أنا الوحيد اللي ممكن تجيبه سيرتي لا خليني أقول لحضرتك بمنتهى الصراحة أنا محبط من المشهد الإعلامي واللي بندرسه للطلبة في الجامعة استوقفني طالب من الطلاب في أول محاضرة قال أنتوا بتدرسوا لنا حاجة بس لما بننزل بنقي حاجة تانية خالص كل المثاليات اللي بتكلمون عنها والمهنية اللي بتكلمون عنها والمعايير بتاعة مصدقية الخبر اللي أنا بزيعه أو أن أنا أقول رأيي إزاي باحترام واحترام الرأي الآخر مش موجودة في الإعلام خالص للأسف الشديد في الإعلام في المشهد الحالي أساس خيري بيفتقد لكثير من المهنية وبيشتبك في حالة عبثية جدا 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 لتصفيت الحسابات في تصفيت حسابات مع الماضي أي أن كان هذا الماضي في تصفيت حسابات مع سياسية مع 25 يناير في حالة من التطبيل الزيادة للسيسي للشخص الرئيس السيسي تطبيل مبالغ فيه تطبيل يضر الرجل ولا ينفعه ومبارح قلت له فيه ناس بتطبل لحضرتك وأنا لا أظن أن هذا تقبل تطبيل فقال لي آه أنا لا أقبل تطبيل وأستشعر هذا النفاق الحالة ديت يا أساس خيري ما بتديش المشاهد أو المستمع أو حتى قرأ الصحف ما بتديش مصدقية في الإعلام اللي قدامه وخصوصا أن أنا بعتبر من أساسيات الإعلام أنه يعيد ترتيب أولويات الناس فإذا كان في نظرات الإعلام فيه نظرية اسمعها نظرية ترتيب الأولويات فأنا بعتقد أن القضايا الحالية هي قضايا بناء لهذا البلد والتنمية هي دي القضايا المفروض تكون مقدمة على فكرة أن فلان خايم فلان عميل وأطلع تسريبات وأشت ما أقول مش عارف مين اللي هقول عليها كده أحديره على أفاه كل دي ما هي معايير يا أساس خيري ما بقتش موجودة عند الناس اللي هي متصدرة لمشاهد الإعلامي فالناس فقدت الكثير من الثقة في عدد كبير من المتصدرين للمشاهد الإعلامي وخلينا أقول لحضرتك بالبلد يعني للأسف شديد معظم الناس المتصدرين العمل الإعلامي وخصوصا على الشاشات متعورين بشكل أو بآخر متعورين من تجرب الماضي متعورين من الأداء الإعلامي اللي ممكن تلاقي مزيع طول عمره وما كانش معروف قوي بس فجأة لقى أن الصوت العالي بيجيب ناس وأن الهيستيريا اللي ممكن بيتكلم بيها تخلي ناس تتعاطف جدا معاه من الهيستيريين اللي زيه فافتكر إن هو ده الإعلام فبقى ده معايير الوطنية عند بعض الناس إن أنا أزايد على الناس وأصنفهم وقول لا خاين ده عميل إن أنا أدخل حد على تليفون يقول لي تفاصيل بلاغ فاعتبر إن بلاغه دوت هو حكم نهائي فأصدر حكم أنا الشخصي كموزيع وهو مش المفروض من الموزيع ولا الصحفي ولا أي إعلامي إن هو يصدر أحكام في الناس المفروض يا أستاذ خيري أو ما نظن أو ما نتمنى إن هو يحصل إن الإعلام يركز شوية على فرح كده كنا بندرسه في الإعلام وحضرتك عارفوه الإعلام التنموي ويركز على إعادة ترتيب أولويات الناس ويركز على تصدير النمازج الجيدة اللي يستطيع من خلال ما بتكلمش على النمازج الجيدة إن أنا برضو أطبل أو أزمر بس كمان بتكلم جنب كل ده إن أنا أظهر الصورة اللي بتخلي الناس تصدق الجزيرة نعم هو ليه في بعض الناس إلى الآن بيصدقوا الجزيرة لإن الصورة اللي بتقدمها الجزيرة أين كانت حتى لمهما فيها مهما كان فيها من مبالغات لا تقدم لا يقدم الجانب السيء مما يحدث على الشاشات يعني لو فيه قهر لحقوق الإنسان لأن خدد لك ما هو جالس يكون رد فعل أنه القنوات الأخرى دي الجزيرة وما شابهها والقنوات اللي طلعت بعد كده لا تقدم إلا السيء فأنت في بتحاول تعمل توازن فلا تقدم إلا الطيب ما بتشوفش الوحش طب هو إيه المشكلة إنك تقدم لإثنين؟ إيه المشكلة إنك تقدم لإثنين؟ إنك تقدم نجود إلى درجة إليه أسوأ من السيد يعني فيه ناس بتجود في الناس بالحاجات بتبدأ أسوأ من السيد إنك تقدمونه już طيب أبدًا يعني اللي بيحصل ده مش طيب اللي بيحصل إنه يطلع حد يقولك أنا أدعو من دولة ٣٧ أو ٣٠ يونيو أنا أدعو من رئيس أنا أدعو من الدنيا طب خلاص كلمنا عن مشوقة رئيس انت ليه شغل نفسك بانه ترجع لتحييلي ناس اصلا ماتت شغل نفسك ليه بفلان خاين وفلان عميل وانت معاكش دليل شغل نفسك ليه بفلان عندي فيديو ونقل انفرق على الفيديوهات ملياش فيها اي حد طب انت ليه ما بتؤمنش بانها جزء من حرية الاعلام فزي ما فيه اصوات تانية بتقول ده او بتنتقده انت برنامجك بتقول اللي انت عايزه فمن حقيقة اي حد يقول اللي هو عايزه الى اي مساحة الى مساحة ان هو وصي وقادي الى مساحة الخوط في الاعراض الى مساحة التهمي الناس هنا القانون هو اللي يرضعه يعني القانون كاعلاني سيد خيري بتطالب بمعايير تطبق حسب رؤيتك ولا هنحتكب في نائل المعايير العالمية للاعلام سيد خيري اي خلينا اقول لحضرتك معليشة محمد ان لو انا حلجأ للقانون القانون لا يفعل القانون للأسف الشديد في بعض الاحيان بيفعل بالمزاج ان انا لو في واحد عمل حاجة مدايقاني بشكل شخصي كمسؤول وانا قادر ان انا هقزيه هقزيه بالقانون ولو انا قادر ان انا احجب عنه التنفيذ هذا القانون لمجرد انه عاجبني او اللي بحبه او بيقول الحاجات اللي انا عايزها هحيده القانون يا سيد خيري اللي بيتوزع على الناس مولك هذه القانوات الفضائية بيقول ان ما ينفعش ان انت تقدم من خلال البرنامج اللي بيضع القانون الفضائي في العقد المبرم بين وبين هيئة الاستثمار ان ما ينفعش تطلع تشتم حد ما ينفعش تطلع التسب بالفاص خدشة للحياء القانون ما بيقولش خالص ان الناس تطلع عشان تصنف الناس وتقول ده خاين وده عميل ويوزر الاحكام لو حنقول الرأي والرأي الاخر انا ملاحظ ان انتو الاثنين زملاء الاعزاء مركزين على فكرة التخوين والعمالة والبتاع والمسألة مرتبطة بخمسة وعشرين يناير بس لو لم يكن هذا الجزء في الملف الاعلامي يبقى الاعلام كويس لا ماذا يقدم بقى الاعلام يا اساس خيري طب محمد اللي يجا لا لا هي السورة كلها انه خمسة وعشرين يناير بس الموضوع فيها هو نموذج فج شوية نموذج فج شوية عن اي حاجة النهار ده مثلا بلاش اي تب انتو مبتتداش العديل يتكلم عن تلاتين يونو يو تلاتين يونو يو تلاتين يونو يو عضوية الشيعة عضوية الشيعة تمام تعال انا بص اي برنامج في مصر وا 정말 غرام في مصر او اي جورنان في مصر نقاشها ازاي ونخرج فيها بانه فنهه بيتقى الحد عضوية التطرف هل التعامل مع الاخوان المسلمين ان احنا نطلع ناعد نقول انه فلان وعمل كذا وفلان حدر ملوتوف وفلان كذا إحنا حتى هذه اللحظة لم يكون فيه مشروع إعلامي واضح بيقول للناس إيه اللي موجود في كتب الإخوان المسلمين وإيه اللي مش موجود في كتب الإخوان المسلمين إحنا بنشتم بس في الإخوان المسلمين إحنا لابنطلع مثلا أجيب مثلا مقال قديم لسيد أب وأنا بحب أعماله طول وقت في البرنامج فاكرين يا جماعة لما سيد أب كان بيقول إن الجيش المصر لازم يضرب بإيدن الحديد على إيد خميس البقري ولازم يعدمهم طيب فاكرين دلوقت إن إخوان المسلمين شايفين المظاهرات دي عبوا حرام طيب فاكرين لما حسن البنة تبرق من الناس بتوعه فيه بعد مقتل نقراشي وقال ليسوا إخوانا ليسوا مسلمين طيب العمر ده يفكر كوش باللي كذا 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 فاكرين دي فيه كتاب اسمه قوارب النجاة في إعداد الدعاء وهذه الكتب وكل هذه الأمور وتوقع تفند إن فلندا كذب هنا وكذب هنا وفلندا عمل هنا وقال عكس ما يفعل ثم تخلى أصلا عن مبادئ حسن البنة هل حد في مصر كلها لما الإخوان طلعوا وقيدوا صور التلاتين لانتفاضة الشعاب المسلم حد فكر الإخوان المسلمين بإنه في 28 نوفمبر إن جماعة الإخوان المسلمين تخلت عن شعار الإسلام والحل ورمته في الزبالة بعد 25 يناير علشان ترضي كل الناس وإدان إن هي جماعة لارجل جماعة دموقراتية أبد لا حدش عمل كده أعتقد إنه الأمر كفيل بإنك تحط تنقضات هذه الجماعة قدام الناس الناس يضرب لك تعظيم السلام وتعرف أنه قدام ناس رفع عنهم غطاء الدين وغطاء السياسة لكن إنه فلان خايل إنه فلان سرق إنه فلان عمل طب قدمي ورق قدمي ما بتشوفه شوني ده لعلاقة شوية يعني أنا بحاول أتلمس معك وأنتو بتقيمه إن الإعلام برضو مجنع عليه إن الإعلام ده لعب أدوار مهمة جدا ولكن مر بوعكات وزيع حالة الضبابية الموجودة وعدم وجود شفافية حقيقية من الحكومة ما فيش حاجة بترسخ تدول معلومات ما عندكش إنت تلا بتربع المعلومات لحد بيأكدها ولحد بينفيها فإنت ما بتلتمس العزر شوية لزميلك اللي موجود دلوقتي إنه بيشتغل في حالة من الضبابية فبتعتمد على وجهة نظره ورؤيته ده أكيد لإنه الإعلام جزء من المجتمع اللي كل حاجة فيه وترهيلها وفاسدة وبيضة بس الفكرة كلها إنه مراجعة الإعلام لذاته كان لابد أن تكون أسرع بكتير جدا من أي مؤسسة تانية في الدولة دي لأسباب تتعلق بأن إحنا بننصب بعضنا وربما إحنا كمان من غير ما نقصد بننصب أنفسنا قضاء على هذا المجتمع إحنا اللي بنشكل وعي الناس إحنا اللي بنتكلم بالناس طول الوقت إحنا بنقول لهم خلي بالك من الحتة دي إحنا بنقول لهم إحنا نكون عملي مشكلة مما فيش زي مثلا النهاردة وكالة تنبقى الشارك الأوسط حملت مشكلة مما فيش ده مرة رئيس الجمهورية بعدها صح النهاردة بيبقى فيش مشهد بسيط جدا كان فيه فيديو كونفرنس النهاردة بيتزاع من أماكن مختلفة فيه فيديو فيهم كان مسجل وطلع اللي هو الألفي رئيس تاريخ الألفي رئيس الناسية قال له يا فندم الفيديو ده مسجل عشان فقدنا الاتصال فهذا فيديو مسجل كان عاملين بلان بي فلما أزيع الفيديو ظهر فيه مهندس مدني تقريبا ده كان المهندس المدني الوحيد المسؤول عن فتح المشروع تقريبا فهم بيزيع الفيديو جيت الصورة بس مش روشة شوية فالرئيس عفلتاح سيسي حبي داعب هذا المهندس المدني الوحيد في نصف الناس كلها فهيقول له وانت اسمك ايه داعباش مهندس فقامل خط قاطع تاني فتطلع النهاردة وكالة انباء الشرق لأوسط الوكالة الرسمية تقول انه الرئيس بفتنته قدرك ان الفيديو مسجل ابدا ما حصلش كل ده وتبني على ده بقى انه الرئيس قال قبل كده انا محدش يقدر علي انا بفهم في كل حاجة فيتمه تقديم الرئيس في سوب ليس سوبه على الاتصال هو تقدم الفيديو على انه خدع وانه لايف فالرئيس بقى استشف فرحي يزمك ايه عشان يزمك ايه نفس الامر اللي حصل باهم بحكمتك حين انه اعلن انه مسجل نفس الامر بتاع القصة بتاعت الطفل اللي كان مريض بالسرطان والرئيس استقبله سابوا كل حاجة في القصة وطلعت برضو الخبر انه الطفل تعافى سريعا بمجرد لقاء له الرئيس طب يا اخي ده بقول القصة كاملة طب اشرح للناس انه عادة في مرضى قبل كده في مستشفى السرطان لما قبل ابو تريكا وقبل احمد حسن المعنويات بكافة اه اه استجابة العلاق سبه اكبر وكأنه الراجل اله وماسك عصايا سحرية طب مش حقيقي لهو كده ولا عمر هيكون كده ولا اي حد هيكون كده ولا اعتقد انه ممكن يقبل انه بيبقى كده لانه المسألة دخلت انا اسف الخرف اللي كان بيحصل ايام مرسي الدبه اللي بتقتل صاحبه فحتى الاعلام اللي بيظن ان هو معاك هو دبه بتقتل صاحبه انا يعني واحد من الاعلاميين لان اذكر اسمه مرة في البرنامج عندنا احنا بنتابع الجرائد الاجنبي لانه اللي موند جريدة فرنسية بعيدة خالص ذكرت اسم هذا الاعلام وقالت الرجل الذي اعتقد ان يحرج الرئيس ويدعاه فيما اذك بتعريفات بيقدمها يعني مثلا واحدة الانتشار السريع طلع مرة اتكلم عنه وقالك ان دي بتنفس الدخلية فانت بتضرب جهازين في الدائلة بعض ايه وبيجود بقى خلاص طلع مرة تانية اقولك اسطول انت مش عارفين لانه اه اه الرئيس عمل ايه في المخابرات العسكرية ليه الاعلامي بتاع اسطول الخامس اللي في اسطول الخامس احنا بقددنا الاسطول الخامس انت بجيبه كلام ده مين انت بجيبه كلام ده مين ما انت انت عامل ليه ما بتراهنش يعني بص في كل العالم فيه اعلام هرتلة وفيه اعلام اه بس مش كله اعلام هرتلة اساسية شايف ان كله اعلام هرتلة بالعبس يشتغلوا عندهم اطار محترم في التناول الاعلامي ده ليه ما باسيبوش للجمهور والمشاهد اللي بيفرز واللي يسيبوه وما فيش قناة هتبقي على موزيع فاشل عنده هو مش جايز انا خايف اقول لكم مش الجمهور جايز عايز كده لا يفهم عشان عندك سنايبر هو المفروض ان حضرتك او القناة او ياردخ لرغبات الجمهور يعني هو بقينا دلوقتي لو الجمهور بيحب رأس الستريبتيز هل الاعلامي يجب ان يمرس الستريبتيز على اعلامي بيولبي احتياجات قطاع من المجتمع انت مختلف معاه او مش عاجبك طريق تفكيره انا ما عنديش بقى لكم التوافق تماما ايا كان هذا الاعلامي مع هذا الجمهور هقولك كاسا خلاص الجمهور عاوز كده الان جراش هي الست اللي ابلغت عنه دي بلغت عنه كده مش دي سمعت طول وقت الناس قاعدين في التلوزيونها هتخلى بالكم الاجانب اللي عاشين في الشارع انهم يقطون وجواسيس فقعدة في الكفاتيري اللي بتشتب القواب بتاعتها سمعت راجل بيتكلم بالفرنساوي عن الجامعة يعني متعلمة وقعدة في جاردن سيتي يعني متعلمة لكنها كل يوم بتتعرض لحقنة حقنة كل يوم لمدة ست ساعات وثلاث ساعات في اليوم فقامت راحا مبلغة عن الراجل طبعا بتاع الامن هو كمان مبقاش عارف ومين ده اصلا نعم فبقى عندنا الرئيس مسافة في فرنسا وعندنا الراجل من اهم الناس اللي كتبت في مساندة هذه الدولة طلع من البتاع مزهول هي دي حريتة الامة عندكو هو انت بتقودوا على الناس كده فشوهت صور الدولة بحالها علشان في شخص متخيل ان هو واصي وقدر يفهم الشعب المصري انه في امور تتناقش بهدوء اكتر من كده كمان بره ممكن يكون فيها ارتلة عادي جدا صح بس بره ما عندهمش سنايبر ما عندهمش قناصة وقفين على الحدود مستقنين اي غلط عشان يكبروها نعم ما عندكش خلينا نتفك يا سخيري انه مؤسس الرئاسة او الدولة عبارة عن هيبة لو فضنت تضرب فيها هتقع منك حتى حتى وده اللي حصم على اخوان المسلمين اخوان المسلمين موقعوش علشان الفشل السياسي بس الاخوان المسلمين وقعوا علشان خميس وعلشان مصر خمسة وعشرين والحبتالة اللي كان بتحصل وخلد عبدالله وقعوا بهذا الشكل الناس اكتشف ان هما مش قادرين يسيطان اعلامهم مساعدة في النهارة ربنا بقى اعلامنا جزء كبير من الصورة المغلوطة عن الدولة المصرية وفكرة الكراب ومش عارف ايه هي التصرحات بتاعت انزلوا اضرابوا اقتلوا قبل حتى ما يحصل حاجة انت بتاهل الناس نوع ما هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بتقالي طيب اخيرا عشان انا اسف الموضوع محتاج حوارات وانتو ابتديته رؤيتك اللي بيفكر فيه رئيس سيسي بلقاءه بيكم هل ده منهج توجه رسالة الاعلاميين اللي موجودين على السرحة دلوقتي ولا هو فكر بالحقيقي عنده ان اللي ده ما اتجه للشباب في كل القطاعات انا اعتقد انها الاخيرة واعتقد انها مزيج من الثلاث الاولانيين برضو اعتقدتك كتير كلهم مع بعض انا حست في نهاية اللقاء ان الرئيس كان محتاج يسمع صوت مختلف وكان محتاج يشوف الشباب وكان محتاج ما يشوفش اعلامين قاعدين بيزايدوا على بعض او بيتخانقوا مع بعض او بينافقوه او بينافقوه على الهواء يعني قدامه وخلينا افكر حضرتك بالمقال اللي كان كتبه الاساس مجد الجلال بعد اللقاء يعني كتب مقال اسمها انا مكسوف وبعدين كانوا كلهم بيتكلموا ساعتها عن المهنية فعلى رأي عادل ادم لما كلكم فتوات ومالجيلة بيتضرب ايه لما كلكم تتكلموا ان المهنية او بخطاء الاعلام دي جايه منين فانا اعتقد أن الرئيس محتاج يسمع صوت المختلف محتاج يتواصل مع الشباب والصوت المختلف يتألم بارح فيما يخص قضايا المحموصين ظلما او المعتقلين الصوت يتألم بارح فيما يخص انت مسرى ان فيه معتقلين لديك ما يزبط أنهم معتقلين المعتقلين وفق التسميات بتاعت عدد من منظمات حول الإنسان اللي لازم نسمع هذه المنظمات كويس ونتحاور معها مش نشتبك في نقطة ما فيش حد ركز فيها السيس خيري مبارح من النقط اللي طارت في الحوار زمالنا كريم رمزي من يلاك وراءه جاب سرة الألترس الرئيس مع الحوار مع الألترس وليس مع الاشتباك معه مع أن يحصل نوع من أنواع الاحتواء وليس نوع من أنواع الاشتباك وليس نوع من شبك في مصر هتمل اعتقلهم يعني اللي هتمل ايه فيه ناس بطالب بقتلهم فيه ناس بطالب بقتلهم على الشاشة في الإعلام في الإعلام فإذاً إحنا أمام معضلة شديدة جداً مش هيحلها إلا الأصوات الهدئة مش هيحلها إلا البعد عن الهستيريا من الطرفين الطرف الذي يغالي في التطبيل والطرف الذي يغالي في النقط نعم محمد إحساسك باللقاء الرئيس إن في مشروع حيكمل بالنسبة لكو كإعلام أنتوا هتاخدوا فراثكم هتتويحوا الفرصة وحتمقى في رؤية لتغيير الإعلام بشكل علمي ومنهجي أنا أعتقد نحن لازم نحاول في السكة دي أنا أعتقد نحن لازم يكون لنا تصور ولينا رؤية مترحة والله يأخدوا بيها أهل مسهلة والله ما أخدوش بيها برد هتحبب وش أحنا كنا نكمل في طريقي زي ما أنا مرض نظر عن إيه اللي حصل أنا بقول حقيقي إحنا رحنا قلنا حاجات كنا نظم إن إحنا لما بنقولها ونكتبها في مقالتنا والله العظيم كنا بنتشتم وبيتقال علينا طابور خامس وضد الدولة فالرجل سمع بيسمعه مبسوط بيسمعه مبسوط أحيانا كنا بنقولها وإحنا يعني هيحصل حاجة دلوقتي هيحصل فين فعال دلوقتي لكن الحقيقة تم تقبل ده فاربع يكون ده درس نفسه للناس التانية إنه هم الراجل قابل الناس بتقولي الكلام بتاع المعتقلين وطابور خامس فاسمعوهم أنا أعتقد إنه في رسالة كانت قالت في آخر لقاء للرئيس مع الإعلامين يا أنا مش عاوز شحن مش عاوز حد ينافق مش عاوز خناءات التلت أمور فضلوا يحصلوا على مدارة التلت شهور في عز ما الدولة بيكون مخنوقة كان الإعلام مركز قوي على الخناءة بين السنة والشيعة في عز ما كان مش عارف إيه مركز قوي على الخناءات أنا مش ضد المواجهات ولا ضد البتاع بس ضد تسخنة واختيار الأمر ده في موضوع الإعلام وأخشى ما أخشى وده الحاجة الوحيدة أنا كنت قدام قلت في الكلام ده أنا كنت قدام مبارح شخص قادم غيزه حتى هذه اللحظة يعطي كل فاق ملفها وقالها تفضلوا يشتغلوا وقالك الميتين دول تفضلوا يشتغلوا علي بس أنتو تب إذا فلت غيزه حيحصل إيه هتفشلوا معنا بقى خايف معنا خايف من دي لأنه مش مصلحتنا كلنا مش مصلحتنا أبدا أنه تتدخل الدولة في الإعلام مش مصلحتنا أن إحنا مفروض نحط المساق الشرف من قبل كده ومع ذلك كل الناس عملا بتخانق مع بعض كل الناس بتخانق مع بعض ما حطيتش مساق الشرف خايف فجأة الدولة تيجي تقول معلش ركنوا على جنب انتو خايبين تبقوا ده وقتها الدولة هتبقوا قدام الناس هي الأقوى لأن إحنا فشلين قدام الناس اللي هستقبل هنقدم سبع مبادرات اللي عنده فكرة اللي يقدر يدخل معانا اللي عايز يعرف يشارك إزاي اللي عايز يعرف يطلع أفكار إزاي أنتو شركاءنا في هذه الحلقة نلتقي بعد الفصل موسيقى موسيقى